مرحبا اصدقائي اعطيكم العافية معكم احمد شهوان من قناة شرحنا اليوم اخوان راح يكون عن طريق التسجيل ريكورد فيديو لشاشة الكمبيوتر. طبعا كثير منكم كان بيحتاج يصور الفيديوهات اللي بتكون في المنصات او بتكون بشكل عام على الكمبيوتر وبتكون هاي الفيديوهات ممنوعة. اه بس ما مع مع برنامج باس فاب راح تقدر تسجل اي اشي بالدكية اه بلقطة شاشة او بفيديو وبتقدر ترجع الوقت ما بيديك في اي وقت بالدكية. طبعا البرنامج بيدعم جميع انظمة الكمبيوتر وجميع انظمة الويندوز وبيدعم برضو اجهزة طبعا البرنامج طبعا فيه ادت منتجات موجودة كمان في البرنامج بتقدر انك تستخدمها وكثير من المنتجات اللي شرحتها عندي بالقناة. وطبعا عندك كثير منتجات موجودة على الموقع. اه منو انك تقدر تحول عندك استعادة كلمة المرور بتقدر تشوف فيه كثير من الادوات اللي بيمتاز فيها هذا الموقع. طبعا الموقع راح يكون نحط لكم اياه والبرنامج راح تكون حط لكم اياهم اسفل فيديو بصندوق الوصف بتقدر انك تحمله وتفوت عليه لحتى اه تشوف شو الميزات اللي بيمتاز فيها البرنامج. اه طبعا البرنامج زي ما حكيت لكم بيدعم جميع المواقع اللي مشفرة اللي ما بتقدر انك اه تعمل لهاي المواقع. بس البرنامج بيعمل لك كل هاي كل ايش بدكيه بتقدر تصور فيديوهات بشكل مروحي وبسيط جدا. راح اشتح لكم عدة خطوات وعدة ميزات للبرنامج. طبعا البرنامج زي ما حكيت لكم في عنا هون عدة شغلات بيعملها البرنامج. بتقدر تسجل الشاشة وكاميرا الويب بدون اي وقت يعني ما في نمت. بتقدر تسجل كاميرا الويب والشاشة والصوت في نفس الوقت برضو. بتقدر تسجل كاميرا الويب الخاصة فيك وشاشة الكمبيوتر مع بعض. وبتقدر تسجل الالعاب لهواة الالعاب يقدروا يسجلوا الالعاب برضو. متوافق مع جميع اجهزة الكاميرات الويب وال ميكروفون وكبرات الصوت. طبعا تحميل البرنامج بتم عن طريق تثبيته من التجربة المجانية. وبتقدر تشتري النسخة موجودة هنا وضغطنا على اشترينا. بتقدر تشتري النسخة عندك عدة نساخ وسعره جدا رخيص ومش غالي. بتقدر انك تشتريه. وبكل اريحية. طبعا هون تقدر تفوت على اصدارات الماك في حال كان عندك جهاز ماك. طبعا بعد ما تحمل النسخة زي ما احنا شايفين حملناها بنقدر انه احنا نيجي نثبت النسخة ونفتحها. طبعا النسخة موجودة عندي انا فاتحة ونثبتها رح اشعلكم هلأ عدة اتميزات بتمتاز فيها برنامج بيمتاز فيها برنامج الباس فاب سكرين الكوردر. طبعا البرنامج بيدعم اللغة العربية زي ما احنا شايفين وبيدعم عدة لغات موجودة. طبعا من بين اللغات زي ما حكينا عنا اه الانجليزية اللغة الالمانية الاسبانولية بيدعم جميع اللغات الموجودة طبعا بحكم انه انا بشرح لكم اللغة العربية راح بحط لكم اللغة العربية. طبعا انه هون خصائص البرنامج. في انه هون ملف. ملف اللي هو بيعرض لك جميع الاشياء اللي انت عملتها او صورتها بالتسجيلات او عملت لقطة شاشة بتكون موجودة. هون فيديو هون صورة وهون الكل بيكون موجود. لو اجينا على عام عام بيكون موجود حجم الفيديو اللي انت بدك تصوره يفضل انك تخليه على الحجم الاصلي. اه بينما تنصيق المخرجات يفضل برضو انك تخليه على لانها بتدعم عدة اجهزة وبتدعم بشكل كامل تقريبا جميع الاجهزة. اما صيغة الام كيفية. فهي صيغة واضحة جدا بس في اجهزة ما بتعتمد هاي الصيغة. طبعا فتح محرر الفيديو تلقائيا يعني بعد ما تسجل يعمل لك تحرير الفيديو قبل ما تثبت الفيديو. التأثيرات طبعا انه يعرض لك زر الماوس وانت بتشرع بالفيديو او ما بدك يعرض لك زر الماوس. المهام الموجودة انك بتقدر تعمل جدولة او اقاف تلقائي لتسجلات المواقع. بينما خيار الجهاز بتقدر تختار الكاميرا اللي بدك تصور فيها الكاميرا داخلية او كاميرا خارجية والمايكروفون نفس الاشي مايكروفون داخلي وخارجي. ومكبر الصوت برضو داخلي او خارجي. مفتاح الاختصار اللي هو عبارة عن مفاتيح اختصار بتقدر بدان ما تكبس في الماوس. وتبين معك على الشاشة. تقدر حط مثلا اف عشرة تبدأ اف تسعة توقف مؤقتي. اف تمانية تخفي القائمة يوما تبين معك في التسجيل. واف سبعة اللي هي اظهار واخفاء لوحة المفاتيح. طبعا ميزات البرنامج عندك تسجيل الشاشة. تسجيل الشاشة بتقدر تيجي انت تختار المكان اللي بدك تحدده. ممكن تختار المكان معين او تختار الشكل كامل. طبعا تقدر تختار الماكروفون والطفي او بتقدر تختار طبعا اي او وتقدر تختار الصور برضو وطفي. الميزات البرنامج انه لو ضغطنا صورة من داخل من داخل الفيديو راح يجي هنا تفتح لك الكاميرا طبعا الكاميرا عندي مغطية وراح تتبلش عندك مناقبة الشاشة شغالة وصور لك الكاميرا بتقدر تختار في حال عندك بدك كاميرا ايفون او كاميرا ايباد تصور. طبعا عندنا هون في حال ضغطنا بتقدر تقدر تعدد الموقع والحجم تباحها الموجود. بتقدر تزيد الحجم بتقدر تزغر الحجم وتتبره زي ما بتزغز ما احنا شايفين هنا بتزيد الحجم وبزغره وبتقدر هون تعمل انعكاس للفيديو في حال كانت الصورة بتقدر تزيح الخلفية اللي وراك بالفيديو برضو زي ما احنا شايفين فبتقدر تعمل عدة اه ميزات موجودة بال بالبرنامج بتقدر هون تختار كاميرا الويب اللي بدك ياها او كاميرا الكمبيوتر والشاشة مع بعض او الشاشة زائد كاميرا الويب. طبعا هون زي ما حكيت لكم هنا لقطة شاشة بتقدر تلو كبسنا هون ضغطنا تقدر بيعطيك بياخد لقطة شاشة زي ما احنا شايفين اخذ لقطة شاشة الى الفيديو. لو فتنا عليها ماي فايل راي يحولني على الفايل ويعطيني انه طبعا ها يجي على ايديتون عشان يفتح ليها ياخد لي الصورة زي ما احنا شايفين مية بالمية لصورة طبعا وين بدك تلاقيها بتلاقيها موجودة زم حكينا في ملاف موجودة هون بحطنا اياها. نرجع لتسجيل الشاشة. لو اجينا حددنا برضو مرة ثانية. راح نشوف انه عندنا هون في رسم. الرسم هذا بحدد لي انه باجي باختار مثلا القلم اللي بدي اياه. بقدر اني ارسم و اكتب على الشاشة زي ما بدي. بقدر اني ااجي. اه اختار مثلا اصلت الضوء اذا بصلت الضوء على اشي معين. مثلا بقدر اصلت صبوء. باجي لو بتحط سهم معين مثلا اختار اشي معين باجي بقول له باسباب مثلا اعين اللي عليه. باجي بعمل سهم البدية بحدد البدية وبختار اللون برضو اللي بديها. زي ما احنا شايفين عندنا عدة اللوان موجودة. في حدك تحذيفين برضو بتقدر تحذيفين من هنا. طبعا زي ما حكينا هاي لقطة للشاشة بتقدر تخذها وتقدر تعمل البدية. طبعا بعدين عندك تسجيل اللعبة. في حال كان عندك لعبة بتقدر انك تاخذ وتسجل اللعبة. بقدر بيعطيك انك تختار ايش بدك اللعبة. هون تطبيق وتبلش بالتسجيل. طبعا عندنا هون جهاز التسجيل بتقدر تختار اذا بدك تلوقي بس على ايفون. بيحكي لك وصل جهاز الكمبيوتر بالايفون والشبكة يعني الواي فاي والايفون على نفس الشبكة. اه بتختار بترفع شاشة تلكم الايفون من تحت. تختار باس فاب ستين وكوردر. وبيتم تصوير الجهاز عن طريق انعكاس الشاشة الى الايفون بيسر عندك على الكمبيوتر. طبعا بتمنى اكون شرحت لكم البرنامج بشكل واضح وسهل. بتمنى اكون ما قسرت معكم بالشريح. البرنامج ورابط الموقع الخاص فيه. رح يكون موجود اسفل الفيديو. بتمنى لكم تحملوه. وتحكو لي اراءكم بالتعليقات. رح اكون تابعة معكم اول باول. في حال واجهتكم اي مشكلة رح رح ارد عليها واساعدكم في البرنامج. اه بتمنى اكون ما قسرت معكم. بتمنى اكون شرحته بشكل كامل. تابعوني فيديو هذا الجديد رح نشرح فيها ان شاء الله عن الطرق الجديدة لفتح الاي كلاود. كان معكم احمد شهوان ويعطيكم الف عافية.